شهدت بيروت ومناطق لبنانية عدة مظاهرات وقطع طرقات احتجاجا على تكليف حسان دياب المدعوم من حزب الله بتشكيل حكومة جديدة في لبنان في وقت كشفت أوصات ديبلوماسية بارزة للسياسة أن معاون وزير الخارجية الأمريكي سفير ديفيد هيل الذي يبدأ محادثاته اليوم في بيروت يحمل معه إلى المسؤولين مجموعة رسائل حازمة وعلى قدر كبير من الأهمية ويحمل المسؤول الأمريكي معه تحذيرا شديد اللهجة للمسؤولين اللبنانيين بأن إدارة بلاده لن تتهاون مع سيطرة حزب الله على الحكومة الجديدة وأنه سيكون لهذا القرار تداعيات خطيرة جدا على لبنان يأتي في أبرزها تخلي المجتمع الدولي عن مساعداته في ظل الظروف الحرجة التي يعانيها على مختلف الأصعدة